أهلا بحضراتكم من جديد الناب أحمد عشور مساعد مقرر لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني موجود معينا في الستوديو وبنستكمل معاه كلامنا عن القضية السكانية قبل ما نطلع الفاصل كان أحمد بيتكلم عن أن العيل بيجي برزقه دي من الحاجات المطروحة دايما ما بين أن العيل بيجي برزقه والأسعار نار ومعايا خمس ستة عيال مش عارف ربيهم حوكلهم منين دول ما بنبقاش عارفين لما الناس تقولك كلمتين دول يا أخي أنت إزاي متناقض في كلامك كده إزاي الناس بتبقى عندها تناقض كده وفي الآخر بتيجي تقوم أيلة برضو أنها عايزة الوضع يختلف شوفيه وفي حضرتك نظرتين بينظر لهم خطأ في موضوع القضية السكانية فيما يخص القضية السكانية والعدد السكان الكتير مع القوة الشاملة للدولة وعدد السكان أو حرية الفرط في أنه ينجب العدد اللي هو عايزه فيه ناس بتنظر لي أن الدستور بيقول حرية أنت حر معلمت أدور بالزبط هنا بقى بنقول إيه؟ أن حرية الشخص لو تعارضت مع المجتمع أو مع حرية الجماعة يبقى ما أصبحتش حرية يبقى أصبحت حرية مقيمة فلما يجي حضرتك يكون الزيادة السكانية هتصل للدرجة اللي الدولة مش هتستطيع قصادها أنها توفر الخدمات الأساسية للمجتمع يبقى أصبحت أن القضية السكانية قضية أمن قومي قضية أمن قومي يمكن أنا في أحد اللقاءات شبهت القضية السكانية وكثير من المتخصصين بيصفونها قضية أمن قومي لأن لما يزيد عدد السكان بالدرجة اللي لا تستطيع الدولة أنها توفر الخدمات الأساسية للمواطنين مش هيبقى في دولة يبقى كده كلنا تضررنا لما ننظر لها برضو نظر على أن زيادة عدد السكان ينظر لي عالمياً على أنه جزء من القوة الشاملة للدولة بس بشرط أن تكون هذه الزيادة زيادة منضبطة في حدود إمكانيات وموارد الدولة مش هي الزيادة اللي تخلي الدولة وتقدرش توفر تعليم مناسب صحة مناسبة نعمل لنا 50% عجزة في المستشفيات عندنا حضرتك المبلغ اللي داخل في الوقت اللي الدولة فيه كمان بتتجه لمضالة تأمين صحي شاملة علشان تقدر تقدم مزيد من الدعم الصحي تغطي بالضبط فلما نيجي نجد حضرتك أن الدولة هنا مش هنكون زيادة السكان من منطلق القوى الشاملة للدولة لا ده هتضعف أداء الدولة عندنا معدل النمو الاقتصادي في آخر موازنة في 2022 5.6 من 10 اقتصاديا لابد أن يكون معدل النمو الاقتصادي ثلاثة أضعاف النمو السكاني عندنا معدل النمو السكاني 3.6 من 10 في الناحية الثانية لازم المعدل النمو الاقتصادي عشان إحنا كمواطنين نحس إن إحنا مستقرين وأمورنا كويسة ما فيش تضخم متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي ومن المية ومن كل ما هو موجود داخل الدولة عالي لازم أن يكون معدل لتزيادة النمو الاقتصادي ثلاثة أضعاف معدل النمو السكاني يعني إضرب 3.6 من 10 في 3 نتكلم في حوالي 11% ترجمة نانسي قنقر نحس